لم تتعاف غزة المحاصرة منذ 16 عاماً من أثار العدوان الإسرائيلي إذ تشهد تتهوراً في معظم مناح الحياة حيث يتعرض القطاع عاماً بعد آخر إلى عمليات بشعة على يد الكيان الصيوني يستشهد فيها المئات ويصاب فيها المئات الآلاف وتدمر البنية التحتية الأساسية بالكامل الحصار الإسرائيلي على غزة زاد من معدلات الفقر والبطالة ونعدام الأمن الغذائي ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة باتت ترهيق القطاع حيث يعيش قرابة المليونين نصفهم بلا عمل ووفقاً للتقرير الأخير الصادر قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية إن نسبة البطالة عام 2022 بلغت 75% فيما يعاني 60% من السكان من الفقر ناهيك عن أزمة تشريد التي ألقت بظلالها على سكان قطاع غزة من جهة أخرى حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق في غزة من تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية عقب العدوان الأخيرة وأشر المركز في تقريراً له أن العدوان الصهيوني خلف خصائر أولية في غطاء الإسكان تقدر بثلاثة ملايين دولار حيث دمرت الكثير من الوحدات السكانية بشكل كلياً ونحو ألفي وحدة بشكل جزئياً موضحاً أنه ترك آثاراً سلبية على قطاع غزة الذي يعاني بشكل مسبق من تدهور في الأوضاع الصحية والإنسانية والاقتصادية جراء الحصار المستمر منذ 15 عاماً على التوالي وأكد المركز أن العدوان الأخير الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أثر بشكل كبير على القطاع الصحي المتدهور حيث منع الاحتلال توريد أجهزة طبية ضرورية للأقسام الحيوية في المستشفيات كما أعاقت قوات الاحتلال خروج مرضى قطاع غزة لتلقي الغلاج في مستشفيات الضفة الغربية المحتلة خاصة مرضى السراطان ما هدد بتدهور حالتهم الصحية وسط مطالبات بالتحرك لتعويض هذه النواقص في القطاع ووسط صمت دولي متواصل